السلام عليكم أخوتي تحياتي كل أبناء وطني الغالي من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب بلا من نسوا أخواتنا ليف الغربة قبل أن نتكلم عن موضوع اليوم حبيت نهن نادي حسين داي من فوز اللي حقه فوز صعب أمام النادي الكيني غورماهيار واللي يسمح له باش يتقدم في الترتيب وليمانا إن شاء الله تآهل وتآهل عن جدارة والسحقة قبل أن نتكلم عن الموضوع اليوم أول شيء الشعب الجزائري ليس حق التجرب كلامي واضح لكل السياسيين سواء مؤيدين أو معارضة الشعب هذا يكفيه يكفيه ما هو حق التجرب لجي يجرب فيه كلامي واضح الشعب الجزائري شعب عظيم أثبت في العديد من المرات ثورة نوفمبر المجيدة للآن تدرس في المدارس والجامعات العالمية في أوروبا في أمريكا في آسيا يدرسون لهم الثورة الجزائرية نفس الشيء مسيرات لدارها الشعب الجزائري مسيرات قمة التحضر والروقية قمة التحضر مسيرات سلمية حضارية الشعب هذا لا يسهل هذا الشيء الذي يرى فيه الشعب هذا ناظب وحرار بلاده إذن لازم نكافؤه بناس في مستوى الشعب هذا تطلعات الشعب هذا الشيء الآخر المسيرات أخوتي نتمنى وكامل الناس يكونوا وعيين لا للتخريب لا للتكسير لا للحرق ستكسر تخرب تحرق هذه بلادك ستكسر في بلادك إذن ما نكسروا ما نخربوا ما نحربوا بلادنا ونحافظوا عليها والمسيرات أخوتي مسيرات سلمية حضارية كدرس لكل العالم باللي الشعب الجزائري شعب حضاري شعب مثقف إذن الشعب الجزائري يكفيه يكفيه هذه التجربة عيب وبركة نرجع موضوعنا أخوتي كالعادة دائما التألق اللاعبين المحترفين في أوروبا من بينهم بالمناسبة عودة ميمونة ليوسف عطال عودة ميمونة ليوسف عطال اللي يتألق وصجل هدف الفوز للنادي نتاعه دار مقابلة كبيرة خرجه رجل مقابلة نتمنى لكل الخير نفس الشيء بسحاق بن الفوزيل العديد من اللاعبين كذلك لننسى اللاعب الرياض محرز اللاعب المكروه لدى وسائل الإعلام الجزائرية ومحللين بلاطوهات اللاعب هذا اللاعب هذا اللي يثبت علو الكعب نتاعه ويثبت باللي اللاعب منطينة الكبار واللاعب هذا اللي بيين للمرة الألف باللي هو اللاعب الحسم ولاعب تلقاه في المقابلات الكبيرة ولا المقابلات المهمة رياض محرز الان النادي نتاعه متصدر بفضل الهدف اللي سجله رياض محرز ضد نادي بورنموث ليفربول تعادل وتعثر أمام إفرطل إذن مان سيتي هي المتصدرة ولا مان سيتي هو النادي المتصدر البريمير ليك بفضل رياض محرز اللي هجبته واللي حاربته واللي قلته باللي سيرلينج وصاني هم تيتيولير وما عندوش أساطير اللي تعال البلاطوهات ومحلل البلاطوهات قالوا بللي رياض محرز ما عندوش مكانها في المان سيتي لعب سيرلينج ما سجل ساني كان احتياطي دبراين أصيب ورغم قبل الإصابة ما دلو دبراين يعني باش نهضروا صراحة نهضروا الناس اللي شافت المقابلة اللي تعرف ما ينهضر رياض محرز صح ممكن ما درش حيش كبيرة لكن كان فعال كان فعال دخل سجل وما تنسوه باللي عندو شهرين موش يلعب سيفة أساسية أو الأكثر كانJack و biers كانت كلاب آخر وكان مردود آخر تعرف أنه ليدي 餐 يقول بالله لن لدي ليست مت Duch해�eren للمحرز فعال لن ليست incur ليست ج crave للمحرز هذا لعب كبير لعب من طين الكبار كما قلت قبل بل محرز ماسكلاوسيوش بل ميار أحسن لاعب في العالم من بين أحسن لاعبين في العالم بلتوا لا لا يتصنفش محالة البلاطولات قلنا لا يتصنفش خاصة الأسطورة قلنا كلمة من أحسن لاعبين في العالم لا يسمحها إذن هذه عقدة أخرى رياض محرز أثبت أنه قطعة أساسية في نادي مان سيتي أثبت أنه قطعة أساسية في نادي مان سيتي قضية ثقة وفقد لو يعني ترجع له الثقة خاصة بالمقابلات عودتوا للميادين سوف ترون رياض محرز الحقيقي رياض محرز ليسر سيتي عام 2015-2016 عام تتويش هذا كوة رياض محرز سوف ترونه ترجع له ثقة كيف ترجع له ثقة؟ ترجع له ثقة بالمباريات والمقابلات ترون رياض محرز لنعرفه كم هذا من الناس كما قلت ونعود نقول كانوا يقولوا كانوا يقولوا باللي لبكي أم رونالدو تعرفوه كامل أحسن من صوفيان في غولي ورياض محرز وكيف ترجع له ثقة بعد ترجع له ثقة رياض محرز بالبريمير ليك وأحسن لاعب تتويجه كأحسن لاعب في الدوري الإنجليزي إذا عاد أحسن لاعب في الدوري الإنجليزي وصاحب متوج بالبطولة يعني البطولة وأحسن لاعب يأتي لاعب يلعب في الدوزيام ديفيزيون في فرنسا في إيكيب لما جاء المتكالي يقولوا عليه أحسن من محرز وأحسن من صوفيان في غولي هذا ليس حقت فقط هذه كراهية هذا أكثر من كراهية نقول لا نحب رياض محرز ولا تقول فرحات أحسن من صوفيان في غولي ورياض محرز والذي قال هذا تعرفوه كامل أصبح في وقت اتحادية أصبح الناخب الوطني ويجي ويقابل أنفاس رياض محرز أصبح 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 كنا رايحين ومكنا رايحين مدرب ناخب وطني يقول اللاعب في الدوزيام ديفيزيون أخر منك وقال له أيضا بالصلاح منك وهنا المدرب نتعب ما تعرفوه؟ ما تعرفوه كيف يخموا هذا من الناس؟ ما تعرفوه كيف كانوا يديروا في المشروع تهديم والتكسير منتخب الوطني و الكرة الجزائرية بصفة عنها؟ ما تعرفوه كيف كانوا يمشوا؟ كيف كانوا يخطروا؟ ماذا يتعرفوه كيف كانوا يمشوا سليماني وبنطالب؟ هذا الكاراز كما تعرفوه كيف تعرفوه الكاراز يأخذوه أفوق عشاء إذن خير الدينزاتشي خير الدينزاتشي هو لا يريد أي لعب في ناسيونو مهما يكون اسمك تلعب في برسا تلعب في مان سيتي تلعب في مان سيتي تلعب في ليفر بول تلعب في البايير تلعب في باريسان جرمان أي نادي كبير مهما يتعرفوه لا يوجد مكانه في المنتخب الوطني في عهداتشي لا يوجد مكانه الأولوية لمن؟ الأولوية اللاماسية اللاماسية هي السيدة هي التي لديها كلمتها مسموعة الكلمة العليا للماسية مدامك لا يوجد للماسية لا يوجد مكان لكن الحمد لله الحمد لله جاء مدرب عادل مدرب بناسيونو كما يقولون لما هو جاي ملهي المدرب هذا لا يوجد تفريقة بين محلي أو محترف إلا بالكفاءة إلا بالكفاءة قادر تمند إضافه المنتخب الوطني تفضل مرحبا بك لا يوجد رياح في النادي أمر واضح تعرفوه جمال بالماضي شخصيته لما جاء أعطاها قيمة للاعبين أعطاها قيمة لرياض محرز أحمى رياض محرز من المحيط الفاسد تعكورت قدم الجزائرية والمحيط المنتخب الوطني المتعفن والدخلاء قبل الماضي كانوا يدخلوا أسرار المنتخب الوطني بالماضي أحمى وستطاع أن يحمي اللاعبين أيضاً ليس غير المحرز باقي اللاعبين إذن رياض محرز نكرر ونعاود نقول باللي جوهرة جزائرية مضيئة في سماء الكرة الأوروبية رياض محرز ضوء جوهرة مضيئة في سماء الكرة الأوروبية اللي حب حب واللي محب يشرب من المال بحرب هذه الأساطير والمحلي رياض محرز ونحن نشغل من المنمس ونحن نشغل في الأخير مراقبنا مع مزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته